لكل عشاء سباقات الهجن خلونا نعرف تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري لسواقات الهجن صباح الخير على حضرتك وأهلا بك في صباح الخير يا مصر صباح الفل صباح الجمال بفتح الجيم وصباح الجمال بكسر الجيم صباح الفل عليكم يا صباح الفل على حضرتك يعني ايه هي الفعاليات اللي اجتمل عليها سباق مضمار العالمين لسباق الهجن نعم ويمكن بداية هو الرأي من الخارج أو المشاهد عن بعد يعتقد أنها عبارة عن سباقات فقط ولكن بأمانة هي عبارة عن نافذة على الموروث الشعبي البدوي بواجه عام هذه رياضة كما ذكرتم في تعليقكم في تقريركم أنها رياضة قديمة ويعني قدم التاريخ والناس طبعا كانت سباقات داخلية بين القبائل في التجمعات البسيطة ثم بدأت بدأنا في تأسيس أول نادي في منطقة بير العبد ثم الاتحاد المصري عسسى عام ألفين واثنين يعني احنا حاجة وعشرين سنة الآن واحد وعشرين سنة لتأسيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن بدأ أول مضمار وقيمة أول مضمار في مدينة العريش وبعده أقامنا مضمار آخر كبير في شرم الشيخ وهو مضمار عالمي ثم في واحد وعشرين أكرمنا الله في محافظة المنظوح وعقامنا مضمارين مضمار في مدينة العالمين قرية السيد عبد الرحمن ومضمار آخر في مدينة السلوم قرية بكبك بين براني وبين السلوم بحوالي 40 كيلو يعني هي قبل مدينة السلوم بحوالي 40 كيلو التجمعات يجذبها هذا النشاط بدأت من رأس الدولة سواء كان في مصر عن طريق السيد الرئيس الجمهورية ثم سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بدعم لهذه السباقات حضروا يعني حضر السيد الرئيس وسمو الشيخ حضروا في شرم الشيخ بطولة بطلات وسمو الشيخ حضر أيضا في العالمين كان يمر بسياراته مع المريم بسياراتهم حول السباق طبعا حظت ذلك أننا الآن الراكب ليس راكب بشري زمان كان الراكب على ظهر الجمل الراكب بشري الآن راكب آلي يحرك ب اسمه يحرك بريموت كنترول من خلال سائق السيارة الذي يدور حول هذا الملعب البطولة دي لما نقول تنشيطي في بطولات أخرى أكبر يعني كانت منذ أيام أو شهر الثمانية أعتقد كان في بطولة تعتبر أكبر لأننا نقول تنشيطي اللي هي تبقى جوائزها أقل من جوائز البطولة الأكبر اللي هي بيبقى فيها توسع وحتى العدد الجمالي يعدي الألف جمل البطولة دي تحديدا شارك فيها حوالي ربع مية من الحجن زي ما أبدو تفضلكم في التقرير أننا وصلنا المرحلة الآن أننا مش محتاج يعني كان زمان يحلف لما يجي صاحب الجمل يدخل البطولة يحلفوا ده جملك لا أو مش جملك لا الآن أنا بالشريحة الموجودة في داخل الجمل أعرف تاريخ ميلاده أو جي منين وكل ما أعرفه أنا الآن نحن عندنا على فكرة جمال موجودة في مدينة الطائف في السعودية هنا 80 جمل حاليا موجودين في بطولة الطائف بحول الله ستنتهي البطولة يوم تمانية تسعة الحالي طيب أنا برضو يعني همني يعني أعرف إنعكاس مهرجان العالمين على حضراتكم مرح كان الختام بتاع مهرجان العالمين وبطولة الهيجن تقام خارج الفعاليات الرسمية لهذا المهرجان ولكن بالتأكيد فيه تأثير نعم إيه هو التأثير ده صباح الفولس المصلافة هو بالفعل هو تأثير إيجابي تأثير غير عادي أولا طبعا يقولون دائما الإنسان عدو ما يجهل في البداية احنا بالنسبة للمنطقة الغربية نختلف عن أهلنا في الشرق يعني في الإسماعيلية وفي سيناء الهيجن معروفة في الغرب ما كانتش معروفة بالشكل ده كان عندنا الجمال العادية اللي هي الأقصر اللي خاصة بالحليب والأحمال فقط لكن لما بدأنا بدأت البطولات هنا أول بطولة ما شاركش حد من المطروح البطولة التانية بدأوا بعض المستثمرين يشتروا مجموعة من الهيجن ودخلوا بها البطولة فبدأ الموضوع استثماري انعكاس استثماري أولا وانعكاس أيضا لحفظ ذاكرة هذا المجتمع المجتمع البدوي وفي هذا عام أنا لا أقصد المجتمع المطروحي فقط أنا لما أتكلم عن المجتمع البدوي أتكلم على حوالي نصف محافظات الجمهورية فيها يسكنها أهلنا من أصحاب الثقافة البدوية فلما يحمل واحد من الوادي الجديد أو من الأصوان ويتحرك لغاية الأعلمين أو يتحرك لغاية مدينة السلوم لو في بطولة في السلوم هنا ده أعتبره حراك غير عادي في نفس الوقت احنا زمان كان بنحتفي بالموالد وبالكذا وبالاحتفالات الكبيرة كانت بتبنى الخيام هنا برضو في البطولة قبل البطولة بحوالي خمس ستة أيام بيبقى فيه رواق غير عادي فيه بيعه وشيره وحراكه والسواحة والناس المستغربة المشهد فينا تتيجب سياراتها سيارات دفع رباعي مخصصة بتتيجب بتقول حول المضمار اللي هو خمسة كيلو متر يعني أنا عاز أقول لحضتك أن بدأت الناس يعني تتفهم أيه هو موضوع الهيجن دي تحديدا وفي نفس الوقت زي ما أرسحة حضتك عندنا مجموعة وعندنا بطولة بعد كده بحول لاحة تبقى في مدينة الرياض وبسافرنا لتونس بالجمال وسافرنا لكويت في الضيارة بالجمال شاركنا في العديد من البطولات لما يبقى المواطن العادي استشعر بأن هذه البطولة أو هذا الكائن أنا أربع بنفسي أنا أقول عنه حيوانك لا لا هو في الحقيقة يعني الجمال أو الهيجن بشكل عام يعني إحنا كمان ما بنعتبرهاش من الحيوانات لإحنا بنعتبرها أكيد من خلني أقول الرياضات المهمة جدا السباقات دي النعضة من السباقات محبينه أو العشاق من جميع أنحاء العالم أنا في الحقيقة أعرف ناس بتيجي مخصوصة عشان تتفرج على هذا النوع من السباقات بنتمنى لكم كل التوفيق وبنشكرك دكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهيجن وإن شاء الله مزيد ومزيد من النجاحات والسباقات التي تجذب سياح مختلفين لهذا النوع من السياحة المتخصصة قوي يعني في ناس بتحب النوع ده بإزداد من السباقات صحيح صحيح هاي